اهلا وسهلا كان المحرك الاساسي في الاسبوع وبشكل مفاجئ تخفيض وكالة فتش تصنيف الاعتمالي للولايات المتحدة الامريكية بينما اليابان فاعلن فيها بنك اليابان عن شراء مفاجئ للسندات اليابانية للمرة الثانية على التوالي بعد تعديل منحن عوائد السندات من بريطانيا بنك انجلترا رفع سعر الفائد للمرة الاربع عشر بمقدار خمسة وعشرين نقطة اساس عضو واحد من التسع اعضاء صوت على تثبيت الفائدة اشارات البنك المزيد من رفع الفائد مستمر والاسواق بتسعر خمسين نقطة اساس حتى نهاية العام اما بنك استراليا فاجأ الاسواق بتثبيت الفائدة ومع ذلك ترك الباب مفتوح للعودة لرفع الفائدة اذا ما سجل التضخم زيادات في المستقبل من اوروبا سجلت توقعات التضخم تباطئ لمستويات 5.3% من 5.5% على المستثمرين متابعة عدد من البيانات الاقتصادية المهمة في جلسة الاسبوع القادم بدءا من الصين متوقع فيها ان يتباطئ التضخم على اساس سنوي وبيدخل مرحلة الانكماش لمستويات 0.3% بالسالم من المستويات الصفرية ما قد يدفع بنك الصين لمزيد من التحفيزات المالية من امريكا قد يتباطئ التضخم بناء على التوقعات لمستويات 2.8% من 3% اما مؤشر الانفاق الاستهلاك الشخصي قد يتباطئ الى مستويات 2.1% من 2.4% ننتقل للتحليل الفني لجلسة الاسبوع القادم نبدأ مع تداولات الذهب لا يزال الذهب يتداول اسفل مستويات المقاومة السعرية 1956 كسر خط الاتجاه متوسط القوة عند المستويات ايضا نفسها 1956 لذلك ثبات التداولات السعرية ادنى مستويات 1956 قد يدفع الذهب لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 1929 ثم مستويات 1919 ثم مستويات 1903 للانصة ننتقل لتحليل اليورو اليورو لا يزال يتداول اعلى مستويات خط الاتجاه الصاعد اليومي بناء ركيزة ثالثة لليورو اعلى مستويات دولار 9 سنت لذلك ثبات التداولات السعرية اعلىها قد يدفع اليورو لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 1085 ثم 1195 ننتقل لتحليل الباوند الباوند عكس اليورو يتداول ادنى مستويات خط الاتجاه الصاعد المكسور لذلك ثبات التداولات السعرية ادنى مستويات 2870 القابلة لاعادة الاختبار قد يدفع الكابل لتشكيل ميل هبوطي نحو مستويات 2740 ثم مستويات 2680 ليستمر بتداولات ادنى مستويات المقاومة السعرية وداخل مستويات القناء السعرية الهابطة بالنسبة للباوند ننتقل لتحليل الين الين مع استمرارية تدخل البنك المركزي الياباني بشراء السندات تداولات سعرية ضيقة في الفترة الماضية بالنسبة لتداولات الين عند مستويات 143 إلى مستويات 139 لذلك اعادة اختبار مستويات 139.15 واردة ثم تشكيل ميل صعودي إلى مستويات 142.35 ثم 143.65 مع ثبات تداولات الترند الصاعد بالنسبة لزوج الدولر مقابل الين ننتقل لتحليل الاسترالي الاسترالي يتداول أدنى مستويات المقاومة السعرية 66.70 إعادة اختبارها وارد ثم تشكيل ميل هبوطي لمستويات 65.35 ثم 64.70 بشرط طبعا ثبات التداولات السعرية أدنى مستويات 66.70 ومستويات 67.40 المتمثل طبعا بخط الاتجاه الهابط اليومي ثلاثي الركيزم ننتقل لتحليل النفط النفط لا يزال في الترند صاعد في الفترة الأخيرة انطلاق قوي من مستويات 67.60 لخام غرب تكساس وصولا إلى مستويات 82 دولار للبرميل ثبات التداولات السعرية أد أعلى مستويات 78.90 ومستويات 80.5 قد يدفع الخام غرب تكساس لتشكيل ميل صعودي إلى مستويات 83.35 ثم مستويات 86 لخام غرب تكساس نختتم التحليل الفني مع مؤشر داوجونز مؤشر داوجونز تلات إغلاقات أسبوعية متتالية صاعدة إغلاق أسبوعي قد يكون سلبي بشكل طفيف لمؤشر داوجونز لذلك الخطأ والاتجاه العام لحتى الآن لا يزال صاعد للمؤشر لذلك ثبات التداولات السعرية أعلى مستويات 34.915 قد يدفع مؤشر داوجونز لتشكيل ميل صعودي نحو مستويات 36.400 ثم 36.950 لمؤشر داوجونز رول تداولات موفقة ترجمة نانسي قنقر